معضلة انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقية أصبحت عائقا أمام إنجاز مهام البرلمان في وقت أشار فيه برلمانيون من محافظة كربلاء المقدسة إلى التأثير المباشر على الأعضاء من قبل الرئيس الفعلي للمجلس ودوره في حسم الكثير من القضايا على عكس أي شخصية أخرى مكلفة بمهام إدارة الجلسات بشكل وقتيا هذا موضوع تعرق للأسف الشديد لأسباب غير موضوعية بالإمكان وفق النظام الداخلي أنه تعقد جلسة لمجلس النواب بغض النظر عن وجود دعوة من عدمها التبرير الآن أنه هناك دعوة بالمحكمة التحادية لحين البت فيها وهذا الموضوع مدقيق بإمكاننا تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب والمضي بإعادة انتخاب الرئيس وترشيح مرشحين جدود وهذا تعديل المادة 12 من النظام الداخلي ووضع آلية للانتخاب المشكلة أنه الآن لا النظام الداخلي محدد آلية انتخاب الرئيس ولا الدستورة للقانون فلذلك نمضي بتعديل النظام الداخلي ونمضي بين انتخاب رئيس مجلس النواب ولا ما ممكن التأخير لهذه اللحظة وجلسة محكمة التحادية أجدت لأيوم 27 ثلاثة وربما تؤجل إلى أبعد من هذا هذا الموضوع مصحيح نهائيا لا حد ما أثر في بعض الأمر ولكن الأمور استقرت الآن هناك جلسات تُعقد برئاسة النائب الأول اللي هو رئيس مجلس النواب للنيابة ولكن يبقى هذا الموضوع لازم يحسن حسب انتخاب رئيس مجلس النواب العراقية تمت عرقلته لأسباب وصفت بغير الموضوعية وبحسب المراقبين الذين بدورهم أشاروا إلى إمكانية تعديل النظام الداخلية وانتخاب رئيس للبرلمانة الذي لم يحدد القانون والدستور العراقية طريقة انتخابه واختياره والأسف هذه الحالة تتبع لتعرف موافقات الكتل تتبع إلى النصاب القانوني والشيخ القانوني مجلس النواب الذي يجب بدءا أن يشكل رئيس مجلس النواب ثم بعد هذا تشكل الهيئات الأخرى ثم يصار تكلف رئيس وزراء وهكذا الآلية التي يرسمها الدستور لكن للأسف العراقية تعرف أننا لا توجد آلية ثابتة لذا كانت العملية الآن التي تولاها النائب محسن مندلاوي هي يقوم بمهام رئيس مجلس النواب وتعرف أن الوكيل ليس مثل الأصيل الأصيل يعني كرئيس مجلس النواب له صلاحات إدارة الجلسة واتخذ القرارات وغيرها من صلاحيات وكذلك له سلطة نفسية ومعنوية على النواب عكس النائب الذي يكون من كتلة والذي لا يحظى بهذه التأثير المطلوب على النواب على الكتلة الأخرى جلسات وصفت بالصورية لإثبات الحضور دون التمكن من عقد جلسات للتصويت على قرارات وقوانين هامة وهو ما يثبت عجز البرلمان وانصياعه للإرادات والتوافقات السياسية من دون أي اعتبار لمصلحة البلاد والعباد من كربلاء المقدسة معتز العبودي زاكروس تيفي ترجمة نانسي قنقر